هو المؤتمر الأول من نوعه يقام في مصر تحت رعاية المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وارتباط حقوق الإنسان بعالم أفضل هو عالم ما بعد جائحة كورونا لمزيد من التفصيل حول جلسات المؤتمر المحاور الرئيسية وأجندة هذا المؤتمر ينضم إلينا من مقر عقادة الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري أحمد يعني بعد التحية ضعنا في الصورة أهم التفاصيل لديك كيف سيسير اليوم والجلسات التي سوف يشهدها المؤتمر نعم محمد تحية لك بالفعل حدث فريد وهذا هو المؤتمر الأول من نوعه الذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الذي وقده تحت عنوان حقوق الإنسان بناء عالم ما بعد الجائحة هناك ثلاث جلسات رئيسية تتحدث عن هذا الموضوع بشكل عام وكما ذكرت محمد يعني هو مؤتمر أول وفريد من نوعه لمزيد من التفاصيل يسعدنا أن يكون معنا الآن الأستاذ عزة إبراهيم رئيس وحدة دراسات الإعلام بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أستاذ عزة يعني بعد التحية نتحدث عن هذا المؤتمر وأجندته في البداية أهلا بك يعني النهاردة بنسعد بهذا المؤتمر وبهذا الحضور الكبير أكثر من 300 ضيف من مصر ومن السفارات الأجنبية ومن الإعلام الأجنبي هناك صحفين من خارج مصر وأيضا الصحفين المعتمدين داخل مصر أيضا اليوم أعتقد أنه إحنا بدأنا بداية قوية بأنه استعراض الجهود المصرية في مجال الرعاية الصحية وما حدث أثناء عام الجائحة حتى الآن وقدمت الدكتورة هلا السعيد استعراضا شاملا بما قامت به مصر في الفترة الماضية وأيضا دكتورة راني المشات تحدثت عن التعاون الدولي في إطار مواجهة الجائحة كورونا وتحدث الدكتور ياسر عبد العزيز عن أوضاع حقوق الإنسان فيما يتعلق في فترة الجائحة المؤتمر كما ذكرتم أنه سلسة جلسات رئيسية تحدث عن الصحة تحدث عن ضرورة معالجة التفاوتات الاجتماعية والصخفية والاقتصادية في العالم وهناك أيضا توصيات مهمة ستخرج في نهاية المؤتمر تحدث عن ثلاثة جلسات رئيسية يمكن الجلسة الأولى كما ذكرت تحدث عن الهدف هو الإنسان أو هذا هو عنوان وهي نتحدث بالشيء من التفصيل عن الجلسة الأولى الهدف هو الإنسان وتخصيص الإنسان كهدف وأولوية أولى لدى هذا المؤتمر الجلسة الأولى ستركز على قضايا الصحة وستركز على ما جرى في مصر في العام الماضي وتتحدث الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عن هذا الأمر هناك أيضا حديث عن سيتناول المشاركون كيفية تناول قضايا الخاصة بالتفاوت في توزيع اللقاحات في العالم وكيفية تحقيق التوازن في توزيع اللقاحات وضروري التأكيد على أن هذه حقوق عالمية واحدة يجب أن تتشارك فيها جميع الشعوب أيضا هناك معالجة لقضايا التمييز بسبب الجائحة والتي ظهرت في كافية التعامل مع قضايا اللاجئين قد في التعامل مع العنصرية التي بدت في كثير من المجتمعات وبالقطع وجود شركاء دوليين هنا منظمات دولية كبيرة زي منظمات دولية للهجرة وأيضا اليونيسيب ومنظمات الصحة العالمية أعتقد أنه أمر جيد أن يطرح هذا الأمر في حضور ممثلين كبار عن هذه المنظمات أستاذ عزة إبراهيم يعني الجلسة الثانية أيضا لا تقل أمي عن الجلسة الأولى والتي تأتي بعنوان إشكاليات المساوى وتحفيز جهود التنمية المستدامة وتتناول هذه الجلسة جهود التنمية المستدامة في تعزيز حقوق الإنسان ماذا سيتم في هذه الجلسة الثانية أيضا؟ كما أشارت أن هذه الجلسة ستركز على التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية وأيضا التركيز على التعليم بشكل مهم الدكتور طارق شوقي ستحدث عن الرقمنة وسيتحدث عن ماذا جرى للتعليم في عام الكورونا وماذا يمكن أن نقوم به في مصر لتصحيح مصار بعض الأمور وفي أيضا الخطط المستقبلية للتعامل مع تبعات هذه الجائحة أعتقد أن هذه الجلسة أيضا التعليم والصحة هنا نحاول أن نرسم صورة واضحة عما قامت به الدولة في مصر هو ما يمكن أن تقوم به في المستقبل نعم بناء عالم بعد الجائحة حجر أو تضامن هو حجر الأساس هذا هو عنوان الجلسة الثالثة أيضا إذا تحدثنا عنها أيضا وما أهم النقاط التي ستتناولها هذه الجلسة الثالثة من جلسات هذا المؤتمر الذي نحن الجلسة الثالثة سوف تتضمن كلمات وعرض لعدد من المبادرات المصرية والأفريقية والعالمية فيما يخص التعاون مع الجائحة ما يتفرد به هذا المؤتمر هو أن يقدم صورة لماذا حدث في المجتمع المصري وماذا حدث فيه على مستوى المجتمع المدني ومشاركة للحكومة في مواجهة الجائحة هذا أمر أعتقد أنه في منتهى الأهمية لأنه هنا بنقول أن الجميع في مركب واحد في مواجهة الجائحة وفي تعظيم دور المجتمع المدني في المجتمع كيف ترى أهمية هذا المؤتمر الذي يعتبر الأول من نوعه وهذا الحدث الفريد أهميته وسط المحيط الإقليمي والدولي الذي نعيش فيه وسط جائحة كورونا المنتشر عالمي مثلما ذكرت المؤتمر هو الأول من نوعه ونتمنى أن يكون وهذا ما سوف نؤكد عليه أن يكون له دورة إنعقاد سنوية هذه دورة إنعقاد ستتناول أوضاع حقوق الإنسان بمختلف جوانبه المعنى الشامل لحقوق الإنسان في السنوات القادمة والبداية الجيدة اليوم سوف تملي أو سوف تضع تابعات مهمة من أجل المضي قدما في أن يكون العوام القادمة ناجحة وأكثر ناجحة من اليوم نيوسيز عيزة إبريم أيضا إذا جزيلا نسأل حضرتك عن المشاركة الدولية في هذا المؤتمر منظمات المجتمع المدني أو المنظمات التابعة للأمم المتحدة المشاركة في هذا أو في فعليات المؤتمر اليوم تشارك معنا أكثر من 30 سفارة ممثلة بالسفراء والكبار المساعدين في السفارات الأجنبية في قاهرة وأيضا هناك شراكة كبيرة بين المركز وبين منظمات دولية مهمة زي ما أنا ذكرت منظمة دولية للهجرة ومنظمة اليونيسيف والصريب الأحمر وهي هذه المنظمات اليوم بتشارك بكبار مسؤوليها في مصر وفي الشرق الأوسط هناك أيضا الإعلام الدولي الممثل في مصر في المرسلين المعتمدين ربما لأول مرة في مؤتمر في مصر ترجمة نانسي قنقر